السلام عليكم ورحمة الله. انا محمد عبد الناصر حسنين من حوز الكفر الشيخ مدينة بلطين. انا حاليا نشغل في المملكة العربية السعودية. شركة خاصة يعني. قاعد عن نت كده بادور على كورسات. كنت داخل في مجال الائتي والشبكات والحاجات دي. وبادور على كورسات فجاء قدامي صيانة مكان التصوير. فلقت بتاع المهندس رامي. وصلت معهم. واتوصلت مع المهندس رامي. ودرست حوالي اربع شهور او خمس شهور او انلاين وانا في المملكة. مرة يعني قبل مجي العالم. مرحلة كانت بالنسبة لي قبل مجي العملي من اهم المراحل لما لما جيت العملي انا شفتها. يعني انا جاي العملي وانا خريطة لمرسومة في دماغي بالنسبة للانلاين. اللي انا درسته في انلاين. فدني جدا في موضوع العملي ده. ماشاء الله يعني حاجة مهمة قبل ما تيجي cafe العملي لازم تحور الانلاين ده. انا جيت في العملي كان وقت دايق جدا عقني حوالي اتناشر يوم. يعني اجازات واجازة عيد وحاجات زي كده. هم هنا يعني انت لو قاعد معهم شهرين تلاتة مش هيقول لك لأ ما شاء الله تتم هنا كله آآ ما شاء الله عليه. قبل اي حاجة قبل الشغل حادي بي وضح نقطة ان هو هنا يعني ايه قايمين على على المحبة والهدوء وحسن الخلق ما شاء الله عليهم يعني ربنا يبارك فيهم. بالنسبة للآآ للوقت. الوقت ده كان عشان انا نازل من من الخارج شهر واحد. ده قاعدت مع اهل اسبوعه وجيت هنا بقية المدة حوالي اثماشر يوم متقطعين يعني. هو بياخدك بقى على خطلك برو جرام في خلال الاثماشر يوم دول بيرسم لك خريطة. هو ما بيمشيش على دماغك. بيمشي على الخطة اللي هو حتطهلك. هتبقى متحمس وبتسأل اسئلة كتير كتير. لا. هو المهندسين انا ما شاء الله كان المهندس محمود ولا المهندس ياحية. طبعا المهندس رامي. حاجة عالية يعني ما شاء الله. بياخدوك على الهادي خالص. اه بيجاوبوك على الاسئلة بس وقتها يعني. وبيعلمك يعني من اول مسكة المفك الحد ما تنزل مكناه وتطلح على الحد من اول الوشرة اللي في المكناه الحد ما تتركب المكناه تاني. ما شاء الله عليهم يعني ربنا يبارك فيهم ويزيدهم يعني. ناوي السنة الجاية في الاجهزة الجاية ان شاء الله لو لنا عمر بازن الله ان انا اجي كمان خمستاشر يوم عشان. اليوم هنا بحسابي. اليوم هنا مش بحساب بقى. بتستفاد بطريقة كمية معلومات مش مش هتلاقيها في اي حط يعني. تفاصيل التفاصيل. اللي جاي يتعلم اهم حاجة قبل ما ييجي العملي. يكون مذاكر نظري كويس. من خلال الخطة اللي بيتدهله المهندس رامي. مش من خلال دماغه. يعني المهندس رامي حتى في النظري بيعلمك بيقول لك استنى ما تذاكرش او ما تبدأش نظري غير لما لما انا قل لك. بيديك خطوات كده تمشي عليها بحيث ان انت في الاول بتبقى فيه رهبة كده كل حاجة داخلك بعضها لان انت داخل في مجال جديد. فبيمهد لك الطريق. ذاكرة النظر هتجي هنا هتلاقي العمل في اوله يعني كل حاجة في اولها صعب وبعد كده مش هالله عليك يعني عليهم مش هالله عليهم بيبقوا حاجة خلاص بتبقى الامور بالنسبة لك تفك المكنة وتركبها وتصلح وتطلع الاعطال وتحليل الاعطال وكل حاجة مش هالله عليك. اشتركوا في القناة